اتدى اللواء بروفسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة على الدور المهم والحيوي لمركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية خلال تعامل المملكة مع جائحة كورونا من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية في القطاعين العام والخاص على وطن على اتخاذ البركز كغرفة عمليات رئيسية لجميع القطاعات العاملة على مكافحة الجائحة التدريب والتطوير والإتقان سمات تعرف أحد أبرز المنجزات الطبية الحديثة في المملكة مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية إنه المركز الأكثر تطورا ومواكبة لأحدث التكنولوجيات الطبية ومقرا لتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات المرحلة بكل كفاءة واحترافية لعل أبرز إنجازات هذا المركز تحققت في عام 2020 خلال جائحة كورونا المستجد حيث تسخر المركز كل إمكانيات التدريب الكوادر الطبية من أطباء وممرضين ومنتسبين المهن المساندة مختلف المؤسسات الصحية وكذلك العسكريين والمنتسبين لقوة دفاع البحرين على كيفية التصدي لجائحة كورونا خلال تدريبهم في وضع الملابس الواقعية وكيفية إدارة الأزمات المتعلقة بانتشار هذه الجائحة بالإضافة لتدريب المكثف الذي استخدم فيه أجهزة التنفس الصناعي حيث يستفاد ما يزيد عن 3200 مقدم رعاية صحية في البحرين من هذه الدورات وبفضل من الله وما يتمتع به المركز من مرافق حيوية وسبل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات قد تم تبني المركز من فريق الوطني للتصدي للفيروس كورونا المستجد كقرفة عمليات مركزية للمملكة حيث أصبحت قرفة العمليات المركزية مركز ولي العهد محوراً رئيسياً لجميع الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة عبر تتبع الحالات المصابة وتوفير نظم معلوماتية تربط بين المحاجر ومراكز الطبية مسؤولية وطنية وأمانة يحملها منتسب هذا المركز لأداء دورهم الوطني بكل إخلاص وتفان لتلبية واجبهم الوطني في رفع الكفاءات الطبية وجاهزية العاملين في القطاع الطبي العام والخاص عبر استخدام أحدث تقنيات التدريب والتأهيل المعمول بها عالمياً مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية هو ثمرة من ثمرات الإنجاز في المجال الصحي في عهد سيدي جلالة الملك المفدة وسيدي ولي العهد رئيس الوزراء حفظهم الله المركز معني بتدريب جميع الكوادر الطبية والمهن المساعدة في مملكة البحرين لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين هذا الصرح الوطني الطبي معلم من معالم التطور والإنجاز الذي تعيشه مملكة البحرين وتتفاخر به بين الدول والذي قام على سواعد وطنية ماهرة ومخلصة في أداء رسالتها الوطنية ترجمة نانسي قنقر